شباكة الإنشاد العراقية تقدم لقد اتكبروا في أنفسهم وعتنوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا عشرى يومئذ للمجرمين ويقولون عيرا محرورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقروا وأحسن مكيلا ويوم تشب شرقوا السماء بالرمان ونزل الملائكة تنزيلا أنت يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكابلين عثيرا ويوم يعب الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الوسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ بلال خليلا لقد أضلني عن اللكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنذان قيولا وقال الوسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك اجعلنا لكل مبيع عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يثبت به فعادك فربت الله ترطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفتيرا الذين يحشرون على أبوههم إلى جهنم أولئك شرهم مكانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارول وذيرا فقلنا الزعباء إلى القوم الذين كذبوا بآياتها فدمرناهم تجميرا وقوم نوح لما كذلك الرسل أغرطناهم وجعلناهم للناس آية وأعددنا للظالمين عذابا أليما وعادهم وتمود وأصحاب الرسل وقونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تفضرنا تجميرا ولقد أتوا على القرية التي أمطغت مقرستا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون مشورا وإذا رأوك إن يتحدونك فإذا أذوا الآذى الذي بعث الله رسولا إن كاد ليذرنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضلوا سبيلا أرأيت من اتضل إله وواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ألم ترى إلى ربك كيف مثل الظل ولو شاء لجعله مساكم ثم جعلنا الشمس عليه دهيلا ثم قبرناه إلينا قبضيه نسيرا وهو الذي جعل لكم الزيل المأتا وننوا مثباتا وجعله النار مكورا وهو الذي أرسل الياح بشرا من بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء ضررا لنحي لي بيزة من بيته ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليلكروا فأما أسروا الناس إلا ففرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية من نجيرا فلا تتحي الجافرين وجاهدهم به دياذا كبيرا وهو الذي موج البحرين هذا عزر مفرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برد خر وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يطفهم وكان الكافر على ربي ضيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتفلح بحمده وكفاهه بجلوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استرى على العرض الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له استدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أم استدل ما تأمرنا وزاده النفورا تباركا الذي جعل في السماء روجه وجعل فيها سراجه وطمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شفورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عنهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يذكرون لربهم سجدون وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جأنم إن عذابا كان غراما إننا ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتوا وكان بين ذلك طواما والذين لا يدعون من الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس التي أرمى الله إلا بالحذر ولا يتلون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا تضاعف له العذاب يوم الغيامة ويخلج فيه مهاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله رسولا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الدور وإذا مره بالله مره كراما والذين إذا يفتعوا بآيات ربهم لم يخفروا علينا حما ورميانا والذين يقولون ربنا أللنا من أزواجنا ولياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما طالبين فيها حسنك مستقرا ومقاما قل ما يحفظ بكم رببي لو لا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون رزاما بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب البيت لعلك بافع نفسك ألا يكون مؤمنين إن نشأت أزل عليهم من السماء آية فظلت أحناقهم لها خاضحين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مقدس إلا كانوا عنهم معرضين فقد كذلهم فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستاذئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لو والعزيل الرحيم وإن نادى ربكم أشاء أن اذل قوم الظالمين قوم فرعا وهم ألا يستقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدر ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم عليها منهم فأخاف أن يكذبون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا سرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من غم الجزرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الجافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خذتكم فواب لي ربي حكما وجعلني من الملسلين وتلك نعمة تنوها علي أن عبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماس والأرض وما بينهما إن كنتم مؤكنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تحتلون قال لي إن كنتم من المسلونين قال أولو جئلك بشيء مبين قال فأتبني إن كنت من الصالحين فألقى عصره فإذا هي تحبان مبين ونجع يده فإذا هي تحبان لهم ناظرين قال من الملأ حوله إن هذا لساحر العليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فما تأمون قالوا أرجه وأخاه وبعث في الملاء الحاشرين يأتوك بكل سحر العليم فدمع الزحرة البيقات يوم معون وقيل للناس أنتم مجتمعون لعلنا نستبع الزحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء الزحرة قالوا لكذعون أئن لما ماجرا إن كنا نحن الغالبين قال لهم وإنكم إذا لمن المطرفين قال لهم موسى ألوما أنتم ملكون فألقوا حبالهم وحصيهم وقالوا بحزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا موسى أعطاه فإله يتلقظ ما يأتكون فألقي الشقرة شاجرين قالوا آمنا برب العالمين رب المساوارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمته السحرة فلسوف تعلمون لأفضل عن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ولأخلبنكم أجمعين قالوا لا ضيير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نغمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأرغينا إلى موسى أن أسرد عبادي إنكم متبعون فأفضل فغر في المدائل حاشرين إن هؤلاء لشجمة قليلون وإنهم لنا لضائرون وإنا لجميع حادرون فأخرجناهم من جنات وغيون وخلوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لولوثون قال كلا إن معي ربي سيهديه فأرقينا إلى موسى أن يضرب بعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوج العظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنتينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العديد الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال الأبي وقومه ما تحبدون قالوا نحبد أصناما فنظل الآعات فيه قال أن يهمعونكم إذ دعون أو ينفعونكم أو يرعون قالوا بل وجبنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تحبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رف العالمين الذي خلقني فهو يأتيه والذي هو يطرمني والحين وإذا ما يرتك هو يشفيه والذي يميتني ثم يطرمني والذي أطمع أن يغفر لي خطيري أتري يوم المنين وقف أبلي خطمه وألحقني بالصالحين واجعلني لسان خدث في الآخرين واجعلني منه ورسة جنة النعيم واغفر لأجيل إنه كان من الضالي ولا تخزني يوم يبعشون يوم لا يغضن فأمان ولا بنون إلا من أتقى بقلب سليم وأزرفت الجنة المتقين وبلدة الجحيم للغاومين وقيل لهم أين ما كنتم تحبون من دون الله أن يراصرونكم أو ينتصرون فكبت من بيئاهم والغارون وجنود إدليس أجمعون قالوا وهم فيها يحتصمون تغضى إن كنا لفي ظلال مبين إذ يسوميكم برب العالمين وما أغل لنا إذ يلم المجرمون فما لنا من شعف عين ولا صديق حميم فلو أن لنا جوة فنقول من المؤمنين إن فينا لك لآية وما كان أشتره المؤمنين وإن ربك لهو العزيل الرحيم جذل ما اتقروا نوحي المرسلين إذ قال لهم أكون ملوح ألا تتصمون إني لكم رسول أمين فاتفدوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتفدوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واستبعك العزلون قالوا ما علمي بما كانوا يعملون إن حساب إلا على ربي يوم تشرون وما أنا بطالد مني إن أنا إلا أجره المبين قالوا ليل لم تنتهي يا نوح لتكون من المرجمين قالوا رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المين فأنتجناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرطنا بعض الباقين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كلمت عاد المرسدين إن الله للم أخوهم مؤد ألا تستطرون إن لكم رسول أمين فاتدفوا الله وعطي عيني